مساء الخير تعليقا على مباراة بكرة ما بين مصر والسنغال طبعا المباراة اللي فاتت بقول كلمة واحدة ان الحمد لله ربنا سطرها معنا ومش حلل عشان حللتها وكتبت عليها مباراة بكرة انا بقول برضو كلمة واحدة بقول ربنا هستر بكرة ان شاء الله ربنا هسترها معنا بكرة ان شاء الله مباراة بكرة لازم بعون الله نحط هدف مبكر تمام هدف مبكر ويا ليه هدف تاني ويا ليه هدف تالت وكل فرصة ما تجينا ان احنا نحط اهداف نحط اهداف ونسجل اهداف على قد ما نقدر ما نستناش وما نفعش بكرة نلعب بدفنس بدفاع دفاع ده معناه انت ضعيف بدفاع ده معناه انت بتقول للفريق الثاني بتطمعه فيك انت مش هتتحمل الضغط السنغال عليك لازم هدف مبكر وهدف تاني وتالت ورابع ان شاء الله توصل لست اهداف وما تستناش وتلعب بطريقة هجومية تلعب بطريقة اربعة تلاتة اتنين واحد لازم يبقى عندك بلاي ميكر صنع العاب وعندك هداف وعندك تفينس بكرة ماتش فيصل كلنا احنا مع المنتخب وكلنا بنشجعه بس لازم نعالج الاخطاء احنا عندنا اخطاء لازم يكون عندنا ضمير وصراحة وزد وشجعة الاذبية في معالجة اخطاءنا لو احنا معلجناش اخطاءنا هنفشل ما نفعش مثلا ان انت تقول لي ادعم المنتخب انا بادعم المنتخب بس في نفس الوقت لازم اصلح الاخطاء بتاعتي عشان اكسب لازم اصلح الاخطاء بتاعتي يا جماعة او يا حضرات مش معنى ان اصلح غلطي انا ضد المنتخب لا انا مع المنتخب عشان اكسب لازم اصلح عيوبي ربنا وفق مصر وان شاء الله مصر في نهايات كاس العالم شكرا تحياتي للجميع